موسيقى موسيقى والآن يا صغاري بعدما أنهينا قراءة وكتابة الأعداد ضمن التسعة وتسعين والتعرف على منزلتين الأحاد والعشرات والقيمة المنزلية للعدد اليوم سوف نبدأ بموضوع جديد وهي الطريقة التحليلية الطريقة التحليلية ماذا نعني بالطريقة التحليلية؟ في البداية معنى الطريقة التحليلية أي أحلل العدد إلى قيمه المنزلية لنبسط هذا الموضوع بفكرة بسيطة أريد أن تركز معي فيها وتستمتع بها مثلا مثال إذا أردت يا صغيري صنع كوب من الحليب إذا أردت أن تصنع كوبا من الحليب كوب حليب هيا لنحلل هذا الكوب كيف نحلل هذا الكوب؟ ماذا يحتاج لصنع كوب من الحليب؟ نحتاج إلى ماء زائد حليب زائد سكر يعطينا كوب من الحليب اللذيذ كوب حليب إذن نحتاج إلى ماء وحليب وسكر ليعطينا كوبا من الحليب اللذيذ إذن هنا أنا قمت بتحليل الكوب من الحليب هذه طريقة تحليلية مبسطة لكوب الحليب فأنا احتجت في الطريقة التحليلية هذه إلى إشارة الجمع أحسنتم إشارة الجمع جمعت هذه المكونات لأحصل في إشارة اليساوي على كوب حليب إذن الطريقة التحليلية تحتاج إلى إشارة الجمع وإشارة اليساوي لا تنساها أبدا إذن لا ننساها أبدا إشارة الجمع واليساوي لصنع كوب من الحليب احتاج إلى ماء وحليب وسكر فصنعت كوبا من الحليب الآن كيف تكون الطريقة التحليلية للعدد؟ مثال هيا بنا لنأخذ مثال بسيط مثلا العدد خمسة وثمانون خمسة وثمانون أقرأ الأحد أولا ثم العشرة أسأل نفسي ما القيمة المنزلية للعدد خمسة؟ ما القيمة المنزلية؟ ما وزنه؟ الخمسة في منزل الأحد ما قيمته المنزلية؟ تبقى خمسة والثمانية في منزلة العشرات ما القيمة المنزلية للثمانية في منزلة العشرات؟ أحسنتم ثماني عشرات أي ثمانون أبدعتم رائعين الآن أنا قمت بوضع القيمة المنزلية لكل رقم من العدد خمسة وثمانون الآن ما هي الطريقة التحليلية لهذا العدد؟ لنعرف معا الطريقة التحليلية الطريقة التحليلية لخمسة وثمانون أقول الخمسة في منزلة الأحد هي خمسة والثمانية في منزلة العشرات كم قيمتها المنزلية؟ ثمانون ولا أنسى إشارة الزائد إشارة الجمع إذن الطريقة التحليلية لخمسة وثمانون أي أحلل هذا العدد إلى قيمه المنزلية خمسة في الأحد تبقى خمسة زائد الثمانية في العشرات ثمانون ويساوي خمسة وثمانون أحسنتم إذن هذه الطريقة التحليلية لنأخذ مثالا آخر ستة وأربعون أتذكر في ذهني القيمة المنزلية للعدد ستة في الأحد ستة والقيمة المنزلية للعشرات الأربعة في العشرات أربعون إذن ستة في الأحد وأربعون في العشرات هيا لنعمل سوية الطريقة التحليلية ستة وأربعون ستة زائد أربعون يعطينا ستة وأربعون إذن هذه هي الطريقة التحليلية هيا يا صغاري لأعطيكم مثال وأود منكم القيام بالطريقة التحليلية مثلا تسعة وخمسون هيا معا التسعة في منزلة الأحد قيمتها المنزلية تسعة والخمسة في منزلة العشرات قيمتها المنزلية خمسون إذن ما هي الطريقة التحليلية للعدد تسعة وخمسون أقول تسعة زائد خمسون يعطيني تسعة وخمسون أحسنتم لنأخذ مثالا آخر ستة عشر هيا ستة في منزلة الأحد ستة والواحد في منزلة العشرات يعني واحد عشرات ويساوي عشرة الطريقة التحليلية ستة زائد عشرة ويساوي ستة عشر أحسنتم نأخذ مثالا آخر مثلا نأخذ مثال ثلاثون الصفر في منزلة الأحد قيمته المنزلية صافرا والثلاثة في منزلة العشرات ثلاثون التحليل صفر زائد ثلاثون ويعطينا ثلاثون كم أنتم